اللقاء يطميننا على الفرقة والسعاداتها والحالة العامة داخل معسكر الفريق محمد مساء الخير مساء الخير زميل عزيز أحمد سمير تحياتي ليك ولكل مشاهدة ومتابعة السادسة في كل مكان أهلا بيك مطش مهم جدا 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 وفي توقيت مهم وظروف صعبة تطميننا على الفريق النهاردة كان يومه إيه والسعاداته قبل مواجهة إستين كامباني النهاردة بالفعل زي ما ذكرت يا أحمد مباراة مهمة جدا وصعبتها طبعا بتأتي في توقيتها خاصة أن دي أول مباراة مؤجلة واحدة من أربع مباراة مؤجلة إن شاء الله نادر أهلي يوفق فيهم ويلحق بركب المقدمة ويلحق بركب المقدمة ويلحق بركب المقدمة ويلحق على عرش مسابقة الدوري الممتاز بإذن الله كمان صعبتها بتأتي زي ما أنت قلت من عدد كبير جدا من الإصابات والغيابات كمان عشان اللاعبات الدولية سواء في منتخب مصر أو المتخبات الإفراقية المختلفة ولكن حابب طمنك من كالفريق أنهي السادات والأمس على ملعب الأهلي أو ملعب مختار التشي بالجزيرة بشكل أكثر من رائع طبعا حضور كابتن محمود الخطيب ومؤذرته اللاعبين طبعا كان لها أشد الأسر مباراة على اللاعبين ظل واضح هنا جدا أن يحمد فندق الأصابة اللقامة من الصبح يمكن حالة كبيرة جدا من المعنوات العالية حالة كبيرة جدا من التلاحم الجهاز الفني القادة كابتن سابح حفيظ طبعا مدير الكرة ومعاه كابتن سابح أمصان مدير الفني وكابتن محمد شرف المدرب العام يمكن فيه حالة تلاحم ودعم كبير جدا من بينهم ومن بين اللاعبين مباراة مهمة الجميع يعرف أهمياتها سواء للثلاث نقاط أو كمان في الظل الغيابات الكتير وهن هي البروفة الأخيرة قبل ماتش الزمالك يمكن الفريق بدأ يوم وهنا مبكرين جدا في الحضارة التعاشر صباحا بوجبة الإفطار ومن بعدها واجبة الغذاء في الثالثة يمكن لسا الفريق دلوقتي متناول واجبة خفيفة ومن خلف اللاعبين بيدخلوا تباعا لقاعة المحاضرات للمحاضرة الأخيرة وآخر رطوش بقى كابتن سامح أمصان خطط اللعب النهاردة إعلان التشكيل كل ده هيتم حالا دلوقتي واخلال دقايق في المحاضرة الأخيرة قبل بداية المباراة بإذن الله من بعدها إن شاء الله يعني الفريق بإذن الله يتحرك لملعب المباراة ملعب الأهل يوي السلام تمهيننا لانطلاق مباراة بإذن الله فيه تمام التاسع مساء كل الدعوات بالتوفير الجمهور للنهارة من جمهور النادي الأهل اللاعبين النهاردة حالة كبيرة جدا من الدعم بنشوفها على وسائل التواصل المختلفة سواء من الجماهير كمان مبارح من الإدارة موتام السلف كابتن محمود الخطيب يتبقى بس التوفير ربنا إن شاء الله وتبقى النهاردة زي ما نقول يا أحمد فاتحة خير خاصة المباراة جاية كلها فيه داقتر مباراة كتير جدا نادرية التربانية لعب كل حد واربع فأعتقد زي ما أنت قلت مباراة صعبتها في ظروفها في توقيتها في داقتر مباراة ولكن إن شاء الله النهاردة أي 11 اللاعب يرتدف فريق التشيرت فريق النادي الأهلي يكون عند قدر المسؤولية والأهلي بمن حضر إن شاء الله النهاردة تبقى بداية الانتصارات وإن شاء الله عودة النادي الأهلي لقامة مسابة الدولة العائلة شكرا جزيلا زميل عزيز محمد وفيديك أخبار الفرقة ام داخل مقر الإقامة وزي ما قال محمد أو ختم كلامه الحقيقة أي 11 رجل كلهم نجوم الحقيقة إنت لو بسيط على قائمة الأهلي حتى مع الغيابات سواء اللاعبات الدولية أو المحترفين اللي مشاركوا مع منتخباتهم أو الإصابات اللي موجودة في النادي الأهلي عندنا فرقة كاملة مش موجودة النهاردة لكن كل اللي موجود في قائمة الأهلي نجوم وكلهم إن شاء الله قد المسؤولية فاصل ونرجع لحظة